السلام عليكم و اهلين فيكم فيديو جديد اليوم سأتكلم معكم عن الفلاش هذه طبعا عندي كده فلاش واستخدمت لكم و سويت فيديوهات كثيرة عن انواع الفلاشات لكن هذه عجبتني كثير يعني فلاش فيها USB-C تستطيع تركبها في لايبات تستطيع تركبها في أي تابلت جديد في الويندوز في الاندرويد وتفتر بجهة ثانية وتطلع لك USB-A تستطيع تركبها في أي كميوتر جديد تستطيع تركبها في أي مكان USB-A و برضو تستطيع تفصل USB-A ذا الحركة و ينتقل عندك يكون عندك مدخل الايفون ف يعني ما تحتاج أي شيء تسوي بس تفتح هذه الحركة وتشبكها في الايفون كده فتحت عندك لها برنامج يجب أن تنزل البرنامج هذا هو مفتوح برنامج سهل ما في شيء و فيه بلوقة العربية برضو تقدر تنقل الملفات تقدر تنقل الصور الفيديوهات الأفلام جربت و نقلت الأفلام فيها حركة حلوة و ممتازة برضو يجي معاك قطعة لجلسة الغديمة الاندرويد اللي هي لحق USB-Micro USB تقدر تركبها و أنا صار عندك جهاز تكون كده عندك وتركبها في Micro USB قطعة حلوة اللي ما عجبني فيها أنه في الايفون عندما تخليتني أنه ما يشتغل برنامج الملفات من نفس الكمبيوتر أو نفس الايباد لازم تنزل لها البرنامج هذا وتستخدم معاها في البرنامج عجبتني بس أنه حبيت أن قبل أن تفتح الميزة في الايفون نفس الايباد لكنه تقنسلت الايو اس فإذا ركبت الـ USB-C في الايباد يعمل عندك على طول لكن في الكمبيوتر يجب أن تنزل البرنامج الخاص في الشريحة الخاص في الفلاش وتشغلها عندك بس هذه الذاكرة و ذاكرة ممتازة و رابطها موجة لديكم بمزون تحت الذي يشتريها يعني يتوقع أنها ممتازة وتقدر تضعها في الميدالية عندك وتستخدمها ستنزل في افلام في الايفون وترقبه في الكمبيوتر وتنزل افلام وتشيل من الصورة والفيديهات عندك في الايفون وتنقله في الكمبيوتر وتخليهم فيها إذا كان الجهاز الايفون عندك مساحة كبيرة أو تنقل من الايباد لها حركة حلوة بس هذا اللي ودي كنت أريد أن أشارككم إياها قطعة حلوة متازة ففي نهاية الفيديو قبل ما نحن الفيديو عندنا مسابقة لحق Airpods Pro والAirpods 2 إلى الآن المسابقة الشقالة التي يشترك في المسابقة الفيديو موجود في الغناية يخش عليهم يشترك فيها سنعلن عن الفائز بعد ما نوصل لعشر الاف فهمتك في الفيديو وطبق الشروط وحظا موفق لك ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في الغناية ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني والسلام عليكم شكرا 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 شكرا